السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى رح نشرح الفل متر اه بس قبل ما نبدأ بالشرح لازم في بعض النقاط المهمة لازم تعرفوا اول الشي انا عندي هوني طبع طبعا متل ما بنعرف انه هو فيه رح اتعامل مع كل كسب منهم على انه هو عبارة عن ايلاند او عبارة عن جزيرة عندي هون جزيرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة اذا بيبدأ بالاول من هون او من هون ما بتفرق رح امشي بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل اوكي اذا بيبدأ باول كسب خلصته بنتقل للتاني للتالت بالنسبة للكسبات اللينجوال ما بمد ايدي عليهم حتى انتهي من جميع الكسبات الباكل اوكي طيب بالنسبة للمارجين الريج شو نعمل فيها يا دكتور بنكسره اوكي في عنا هوني المارجين الريج هي طبعا احنا رح نكسر نصة بسبب انه عم نشتغل فقط على الجهة الباكل لما نجي نشتغل على الجهة اللينجوال رح نكسر النصة التاني طيب بالنسبة لل دبت ازان انا لما ايجي بديعمل polyduce او بديعمل preparation انزل بمقدار قديش انزل بمقدار قديش انزل بمقدار نكسر بمقدار واحد ميلي ونص بالنسبة له الجهة الباكل بالنسبة للجهة اللينجوال رح انزل بمقدار ميلي حتى رح تلاحظوا اسناء ال الاجي هة الباكل رح اكل منها اكتر من الجهة اللينجوال يعني اللينجوال فقط رح عملها يعني بعض اللمسات يعني فقط رح المسها مجرد لمسات بسيطة وبتكون خلصت طيب النقطة التانية كمان أنا بدي أعمل شيء اسمه فولو للأناتومي إذن أنا مثل ما أنا شايفين الأناتومي عنا عبارة عن جبل صغير جبل وفي عنا جبل نعتبرون مشان نبسط الموضوع ثلاثة جبال صغار بجنب بعض إذن أنا ما رح أعملوا فلات مو بهذا الشكل أبدا لا أنا بطلع معه وبنزل بطلع وبنزل بطلع وبنزل إذن عندي أنا ثلاث طلعات وثلاث نزلات هاي بالنسبة للباكل بالنسبة للباكل كل الكلام اللي إنها ينطبئ أيضا على جهة اللينجوال طيب نفترض أنه أنا خلصت الباكل وأكلت واحد ميلي ونص والجهة اللينجوال أكلت واحد ميلي كدبث أنا خلص نزلت أنا هيك خلصت بقيني شيء يسمى بالبيفل البيفل عبارة عن 45 درجة أو 45 درجة بيكون على إذا هيك واضح طبعا 45 درجة على البكالكاسبس طبعا بيكون بالإكلوز الثيرد إذا شايفين طبعا أنا ما بلمس أبدا تحت أنا ما عمقول بهذا الشكل 45 درجة 45 درجة فوق طيب هل البيفل الصراحة بالكتب بيقولوا أنه ما لبيفل بس ممكن أنه نعمل لها بيفل صغير جدا بس مشان نشيل الشاربنس بالنهاية يعني بعد أنا ما أعمل كل بريب وحضره وحضر الفينش لاين وخلصه رح نشوف أنه هون في لاين أنجلز رح تكون شارب وطبعا هاي رح تأسر بالسلب على الكراون فنحنا شو رح نعمل فبعد ما خلص كل البريبريشن مثل ما قلت أنا شو رح أعمل مثل ما أنا رح نعمل 45 درجة بيفل على البكال كاسبس وبالنسبة للينجول رح نعمل شي بسيط صغير مشان بس انشيل الشاربنس طيب أنا شو هي الخطوات تبعتي إذن أنا أول الشي رح بلش بي ترتيبا يعني بكال كاسبس خلصتون بنتقل للينجول خلصتون بعمل البفل تبعي على البكال خلصتو أنا هيكي خلصت رح نتقل لمين هلأ رح نتقل مشان أعمل الفينش لاين أغلب الطلاب بيقعوا بغلطة اللي هو إنه بيبدأوا إنه يعملوا الفينش لاين مباشرة إذا منلاحظ أنه السن هون في إلا ازا شايفينه وفي كمان هون وحتى كمان إذا طلعنا من هاي الجهة رح نلاحظ أنه السن مو أبدا تمام السن عاملة مثل البيلي أو مثل الكرش أوكي طيب نحنا هاي لازم ناكلها قبل ما نبدأ شغل أصلا يعني منيجي هون إذا شايفين ما منبدأ هيكي غلط منيجي مناكل حتى يصير كل السيرفيس على بعضه فلات منيجي لهاي الجهة كمان لحتى يصير فلات شايفين أنا مفروض وقف ستون هيكي ما وقفها هيكي هيكي مايل أوكي لا لازم وقفها هيكي ستريت تكون بارل أو تكون موازية للاكسس تبع التوث نفسه إذا بعد أنا ما أكل كل الماكسيموم أوف كونفيكستي بيبدأ أني أعمل مين بيبدأ أني أعمل الفينيش لاين تبعي يعني بين قلسين أنا رح أعمل الفينيش لاين على نظافة أوكي طيب إذا بعيد مرة ثانية أنا أعملت البكالكاسب عملت اللينجوال عملت اللي على البكالكاسب أو البكالكاسب عفوا بعدين بشيل الماكسيموم أوف كونفيكستي بعدين بيعمل بالنسبة لل الفينيش لاين أنا ما رح أقول أنه والله رح يبدأ بعدين بعدين لا في بعض الناس بتحبamam في بعض الناس بتحب تبدأ من إدام بس أنا الصراحة عن نفسي بحب أول الشي ابدأ بعدين ابدأ بعدين افتح عن طريق بعدين كمل هاي النقاط اللي كانوا المفروض تعرفوها وهلا راح اترككم مع الفيديو اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة